اشتركوا في القناة بني الآدم كما رأيتم من طيور روابي ومن الهزار ومن الجداول والأنهار وبعدها ذهبنا إلى مصر تحدث فيه شاعرنا كان عن مصر الإنسان لأخيه الإنسان في كل بقاعد دنيا وأيضا كان فيه دعوة إلى التحرر من الظلم والعبودية والتشبث بالأرض الأجداد فنحن ما زلنا في هذه الوحدة أي الاتجاه الإنساني في الأدب العربي اليوم نحن أمام مصر جديد يعني هذا مصر أيضا يندرج كما سترون في المحور ذاته وهو الاتجاه الإنساني في الأدب العربي ورأيتم في اللقاء السابق يعني النص هو الشاعر لمحمد فيتوري وهو ابن القارة الأفريقية السمراء فلم يتحدث عن قارته السمراء وإنما تحدث عن عموم الظلم والمعاناة واليوم لدي نص أيضا لشاعر فلسطيني ما تحدث عن القضية الفلسطينية وإنما تحدثها بالعموم وتطرق إلى أمريكا وإلى أفريقيا وما فيهما من ظلم وتمزق وضياع وعبودية فنقول وكما تعلمون يعني بعد نكبة عام 48 وتسعمائة تن وألف شرد الشعب الفلسطيني فقسم صار لاجئا في الأقطار العربية وقسم ظل متشبثا بأرضه وهؤلاء نطلق عليهم عرب 48 يعني هؤلاء الذين بقوا متشبثين بأرضهم دافوا عنها هذا الواقع المأساوي طبعا دفع الكثير من الأدباء وعبروا عن شعورهم بالمرارة والحنين الأرض وآخرين ما زالوا ملتزمين كل الالتزام ومقاومين واتخذوا من أدبهم بعدا وطنيا تمثل في الدفاع عن أيضا الأرض والتمسك بها أمام المخططات الاستعمارية ففي هذه الأوقات كان شاعر أيضا جديد سنتعرف عليه الآن مع نصه وإذن أيضا كما قلت لكم نحن ما زلنا في الاتجاه الإنساني فعنص جديد يعني هو يحمل عنوان الطريق لاحظوا إذن عنوانه الطريق طريق توحي بماذا؟ بالخلاص لعله طريق المقاومة طريق الثورة طريق الحرية طريق الصبح فإذن نصنا لهذا اليوم بعنوان الطريق ونتعلم كما تعلمنا في لقاء السابقة سنقرأ مصقراءة جهرية صحيحة معبرة ثم سنشرح المفردات الجديدة في النص الذي يساعدني على شرح النص كامل ثم سنستخرج ما في النص من ألوان البديع وأيضا من الأساليب التي تعلمناها في لقاءتنا السابقة كلمات مفتاحية نتذكرها الطريق والغريق لاحظوا طريق وغريق هذا جناس ناقص طريق وغريق فأمريكا وأفريقيا أيضا الشعر تطرق إلى القارتين سنرى ماذا فيها أمريكا؟ أم أفريقيا ما بها؟ أيضا السواقي شرف السواقي أن تفنى في النهر العميق سواقي تضحي بنفسها من أجل أن يستمر جرايان النهر والشهداء يضحون بدمائهم من أجل أن تستمر الحياة من هو سميح قاسم؟ الشاعر الذي كتب نص الطريق هو سميح قاسم من هو سميح قاسم؟ سميح قاسم هو أحد أهم وأشهر الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم باسم الثورة والمقاومة من داخل أراضي عام 48 كتب سميح قاسم أيضا عددا من الروايات ومن بينها اهتماماته إنشاء مسرح فلسطيني يحمل رسالة فنية وثقافية عالمية كما يحمل في الوقت نفسه رسالة سياسية قادرة على التأثير في الرأي العام العالمي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية صدر لكاتب والشعر سميح قاسم من يزيد عن ستين كتاب في الشعر والقصة والمسرح والمقالة والترجمة وصدرت أعماله الناجزة في سبع مجلدات عن دور نشر عدة في القدس وبيروت والقاهرة ومعظم هذه الأعمال ترجمة إلى لغات عدة منها الإنجليزية والفرنسية والتركية والروسية والألمانية واليابانية وغيرها من اللغات فيما فيها العبرية أيضاً ترجمة نانسي قنقر